جاءت زيارة فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة استكمالا لطبيعة العلاقة الوطيدة التي تجمع الرياض بواشنطن والتي تمتد إلى أكثر من ثمانين عاما من التعاونات والتفاهمات المشتركة مباحثات ثنائية جمعت خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بضيفهم الرئيس الأمريكي أفضت إلى التوقع على حديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين إضافة إلى مناقشة مختلف القضايا المهمة الإقليمية منها والدولية ثمانون عاما من علاقة الصداقة التي تجمع واشنطن بالرياض ثمانية عقود من الزمان وإن اختلفت تفاصيل المكان لتلك المناسبات والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وفي خضم التحديات التي شكلت تهديدا مباشرا لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي وارتفاع في أسعار النفط لم يكن متوقعا في حسابات الدول عامة جاءت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث العديد من القضايا الاستراتيجية ثمان عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الرياضي وواشنطن على هامش زيارة بايدن للمملكة جالت في سماء مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة إلى جانب التعاون في قطاعات صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والتدريب والتأهيل والطاقة النظيفة وصولا إلى التوقيع على اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لاستكشاف القمر والمريخ وعطفا على ما سبق فإن بايدن وبلغة مباشرة قد تعهد للمملكة العربية السعودية الشقيقة من قيادتها المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وفي فحوى بيان مشترك أفضت إليه المحادثات الثنائية بين الرئيس الأمريكي على رأس وفده الرسمي وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي أفضت إلى توسيع حجم العمل المشترك فيما يخص استقرار أسواق الطاقة العالمية والتعاون الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري وفي ضرورة الحفاظ على حرية التجارة عبر الممرات البحرية الدولية وسعيا إلى تحسين وتسهيل تبادل المعلومات في مجال الأمن البحري سيتم تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوة المهام المشتركة 153 من خلال مركز التنصيق الإقليمي المترابط والذي ستكون قيادته من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وبين القوات البحرية الملكية السعودية وقوة المهام 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي والتي تقود أسطولا متكاملا من السفن المسيرة والمتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرصد والأمن البحري ودعم الأمن الإقليمي ترجمة نانسي قنقر